السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنعدوهم يا كريم في هذا الفيديو إن شاء الله ننقل كلمة ورسائل الشيخ أحمد سلمان الرسالة الأولى كانت لجمهور التونسي ورسالة ثانية كانت للمهددين وللذين توعدوا ورسالة ثالثة للجمهور العراقي قبل أن نسترد هذه الرسائل من الشيخ أحمد سلمان يجب عليه أن أوضح هذه النقطة المهمة بعض الأخوة يقولوا شنو أنت بالدارجة العراقي نقول شنو أنت ذكرت الشيخ أحمد سلمان ليش تحب تركب الترند ليش تريد فقط ترويج للشيخ أحمد سلمان بعد أن أصبح مشهور أو زادت عليه كمية البحث هنا الجواب بكل اختصار وبكل بساطة أقول إذا أنت شخص ما تعرف أن قناة خواطر فكرية لخصت للشيخ أحمد سلمان تقريبا 20 رد قبل أن تكون هذه الضجة وكمية البحث عليه في الآونة الأخيرة بسبب برنامج بالمارة فأقول أنه السبب بيك مو بيك إذن قناة خواطر فكرية لخصت ردود الشيخ أحمد سلمان لكن دائما دائما ما أجعل ردود الشيخ أحمد سلمان بين فترة وفترة وذلك بسبب شيء بسيط جدا أن الشيخ أحمد سلمان هو قليل المناقشات في البرامج يعني مع الوهابية ومع الطرف الآخر لذلك دائما ما أنتقي رد وبعد فترة أرجع إلى رد آخر وبعد فترة إلى رد آخر وهكذا فقناة خواطر فكرية تتشرف بأنها نقلت نقلت للشيخ أحمد سلمان ولردود الشيخ أحمد سلمان لذلك أقول والله حرام ما تضيح هذه الردود على مئة مشاهدة ألف مشاهدة لذلك هذا هو الوقت الأنسب لأن لأن أنشر ردود الشيخ أحمد سلمان الموجودة ضمن خطة قناة خواطر فكرية نستمع إلى هذه الرسائل وبعدها نرجع إن شاء الله تعليقا على هذه الحلقة أريد أن أبعث بثلاثة رسائل الرسالة الأولى هي للجمهور الذي تابع هذه الحلقة وتحديدا جمهور تونس الخضراء كثير من الناس الذين تابعوا هذه الحلقة انصدم حالة صدمة حقيقية حصلت عند كثير من الناس لما سمعوه من أمور لأول مرة تطرق أسماعه مثل الحديث عن بعض القضايا المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله والموجودة في كتب التراث الإسلامي بين قوسين السني أو فيما يرتبط ببعض المسائل المتعلقة بقضية الصحابة كثير من الناس حصل لهم حالة صدمة وحالة ذهول وحالة اضطراب داخلي نتيجة هذه المعلومات رسالة لهؤلاء أنا لا أطلب منكم أن تسمعوا مني فقط ولا أن تصدقوني فقط أطلب منكم أن تبحثوا أنتم على الحقيقة يعني الإنسان لا يكتفي بالقراءة أو بالسؤال من جهة واحدة لا اسمع من أكثر من جهة ثم أنت أعطاك الله عقلا وأعطاك الله فهما وأعطاك الله منطقا حلل الأمور وصدقني ستصل إلى الحقيقة ما ذكر في هذه الحلقة ليس إلا واحد من تريليون من الحقائق المغيبة والمخفية التي لم تسمع بها طيلة حياتك ولن تسمع بها إذا بقيت فقط تأخذ المعلومة من الذين يتكلمون بما هم يريدون فلذلك طريق البحث عن الحقيقة متاح للجميع وليس حكرا بيد ألف من الناس أرباء وقد بلغني كثير من الأشخاص اتصلوا علي أنهم بعثوا بأسئلة إلى جهاد دينية مرموقة ولكنهم امتنعوا عن الإجابة وذكروا أشياء أخرى لا علاقة لا بالشبا أنت لست بحاجة لهؤلاء أنت يمكنك أن تبحث بنفسك ويمكنك أن تصل إلى الحقيقة هذه الرسالة الأولى الرسالة الثانية للفئة التي سبت وشتمت وهددت وهددت وتوعدت بعد الحلقة عندنا أكثر من جهة وشخصيات ما شاء الله تبارك الله سودوا صفحاتهم والبعض أرسل بصوته الشجي إما سب أو شتم أو تهديد أو وعد بالنسبة لي أشكرهم شكرا جزيلا على ذلك خصوصا من سب وشتم واغتاب وصقط لأنه هذا الذي قمت به بالنهاية هي حسنات ستضاف إلى رصيدي وتكتب في صحيفتي أعمالي فأهلا بهذه الحسنات التي لم أبذل فيها جهدا وأكرر شكري لك عليها أما إذا كنت تريد أن تنفع نفسك فيمكنك أن تبحث في هذه المسائل وتجيب من سألك عنها أو تكتفي بالصمت ففيه نفع لك في الدنيا والآخرة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فنحذرهم طبعا هذا تحذير إلهي وليس تحذير مني أنا لكن أنا شخصيا أوجر لهم شكرا جزيلا الفئة الثالثة والأخيرة هو الجمهور المتابع من عامة المؤمنين وهذه القضية هذه الحلقة نجاحها ليس وليد مشاركة أنا الشخصية وإنما الذي صنع هذا الحدث وجعله حدثا حقيقيا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي ويصبح حديث الناس هو المتابعة الواسعة من الجمهور وحالة التفاعل مع هذا الحدث واقعا إلى اليوم بعد أسبوع من بث هذه الحلقة تقريبا هاتفي لا يسكت بين اتصالات ورسائل وكل وسائل التواصل الاجتماعي كل البرامج إلى الآن تضج رجيجا من هذا التفاعل طبعا من جميع دول الأرض من جميع الفئات العمورية من جميع الأجناس الأعراق الجميع هو شريك في هذا النجاح لكن أنا سأخص بالشكر الفاعل الأكبر في هذا النجاح واقعا الذي هو بالفعل صنع الحدث هو الجمهور العراقي أبناؤنا وإخواننا وحتى آباؤنا وأخواتنا وبناتنا في العراق الجميع هو الذي صنع الحدث من خلال المتابعة الواسعة والمشاركة الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم رأيت إحصائية من إحدى الجهات أنه في هذا الأسبوع ثلاثين مليون مرة إما تكرر الإسم في الهاشتاغ أو أنه لعله عدد مشاهدات في جهة واحدة فهذا عدد كبير يستدعي أن نشكر الشباب طبعا هذا الرقم في العراق فقط ومن لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق وهذا إن دل على شيء يدل على أن شبابنا هو شباب واعي وشباب مهتم بالقضية الدينية ويسري حب محمد وآل محمد في دمه لا كما يحاول الإعلام تصويره من أن شبابنا شباب تافه غير مهتم بالدين غير مهتم بالمذهب بعيد عن الأجواء الدينية لا أقولها وبدرس قاطع شبابنا في العراق شباب يرفع الرأس وهو مصدر اعتزاز ومصدر فخر وترفع لهم القبعة فهنيئا لنا بكم وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونعدكم دائما بالجديد فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من جديد إذن ثلاث رسائر رسالة إلى الجمهور التونسي رسالة إلى من هدد وتوعد ورسالة أخيرة إلى الجمهور العراقي لكن أذكر أنه هذه هذه الرسائل إجت بعد النجاح الباهر والساحق والمشرف حقيقة للشيخ أحمد سلمان في برنامج بل مارا عندما رد على أحد على أحد كهنة أو أحد المخالفين لأطائف الشيعية وكذب عليهم بطريقة واضحة جدا حيث قال بصريح العبارة إن الشيعة لا يقول أشهد أن محمدا رسول الله لذلك جاء هذا الرد من الشيخ أحمد سلمان وجاء هذا النجاح الباهر والنجاح الساحق ردوث ثلاثة أو رسالة ثلاثة رسالة أولى إلى الجمهور التونسي أيها الجمهور التونسي لا تسمع مني وهذا ما يمتاز به الفرد الشيعي يعطي رأيه ولا يجعل رأيه هو الرأي الأفضل والرأي الأحسن والرأي الأكمل والرأي الذي لا يوجد خلافه لا يزدر الرأي الآخر إنما يعطي مساحة كافية للشخص الآخر أن يبحث عن رأي آخر مضاد لهذا الرأي هذا أول رسالة أما الرسالة الثانية أيها الشخص المهدد أيها الشخص الذي شتمت وسببت والذي هددت وتواعت شكرا لك هذه حسنات هذه حسنات لم لم أجتهد بها ولم أتعب نفسي فيها وهذا أيضا منهج يذكرني بمنهج الحاج وعدلامي عندما يأتي الوهابي ويسبأ ويلعنى ويهدد يقول له شكرا لك وأنت شخص مكرم الرسالة الأخيرة هي للجمهور العراقي ونحن نقول شكرا شكرا لك يا شيخ أحمد سلمان على تمثيلنا في الوسط أو في الشأن الشيعي الخارجي فنحن نشكرك وليس العكس ولكن رسالة ثالثة كانت للجمهور العراقي شكرا على هذه الضجة وبالتأكيد وبالتأكيد يجب علينا أن لا نسكت إنما نروج نروج ونعرف الناس أكثر بهذا الشيخ الجليل وبس هو هذا كان فيديو اليوم إن شاء الله نرجع بفيديوهات قادمة إلى ذلك الحين انتظرونا خادمكم ومحدثكم علي وفي أمان الله